في ظل المشاورات السياسية التي ينظمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع رؤساء الأحزاب والتي تندرج ضمن مصاري مواصلة عملية الإصلاح السياسي يرى العديد من الأحزاب السياسية أن الحوار هو الحل الأنسب للوصول للتوافق السياسي ونفتح باب الحوار نفتح باب النقاش وممكن أن نصل إلى إرساء الهناء وإرساء قوعد جديدة إذا تكلمنا عن الجزائر الجديدة حينما تمسكين بالمسار الدستوري لأن هذا هو الحل لأن التمسك بقانون ولو ضعيف ولو فيه بعض الثغارات أحسن من أن نمشي المجهول ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية ومع كل استحقاق منذ بداية الحراك الشعبي ذهبت بعض الأطراف للمنادات بقطع الحوار واتخاذ سبل أخرى غير سبل الدستور وهو ما يراه بعض السياسيين توجه نحو المجهول اليوم العمل السياسي والمسؤولية السياسية تستوجب علينا المشاركة الإيجابية نظن أولا بتأكيد على الحوار لأنه هو الحل إذا خرجنا من الحوار ننديو الجزائر إلى طرق أخرى ثانيا بالمشاركة الإيجابية طرح الأفكار شرح ما هو الحوار كيف نراه وكيفاش نشوفه من أجل المشاركة أما أننا نتهجم على الحوار كحوار كمبدأ فهذا غير مقبول تماما ونظن أن التمام ما نخرجه بأي حل الانفتاح على مبادرة الحوار من طرف رئيس الجمهورية للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة هي بمثابة الفرصة لكل الأطياف السياسية في الجزائر لمشاركة الأفكار والبرامج بعيدا عن لغة التعنت والانتصار للذات على حساب المصلحة العامة للوطن